أعلنت الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحاددية عن تسجيل حادث استدام قطار متوجه من وران نحو بشار مع سيارة سيحية على مستبع معبر سطحي غير محروس بمدخل مدينة عامة وحسب ذات الشركة الحادث وقع مساء اليوم الاثنين في حدود الساعة الخامس عشر وخمسون دقيقة خلف وفاة شخصين كان علامة السيارة كما تسبب الحادث في إلحاق أضرار بليغة بالقطار